رضيفنا السيد المنصف الهرابي الأستاذ والعميد السبغة بمعهد الوطني للعلم والفلاحية أهلا وسهلا بيك سيمونصف أهلا بيك مرحبا لبس عليك الحمد لله أهلا وكما قلنا من بكلبش نحكيه وفي منظومة الخبز في بلادنا كان دايور هذي محور أحديثكم البارح في حلقة نقاش تسعين دقيقة اللي تنظمها لسيو والحديث الحقيقة الطال بخصوص هالمنظومة هذية فكاكتو شنية المنظومة بالضابط علاش فما بعض الصعوبات وشنوه الإشكال حسب رأي مختلف المداخلين دقيقة كي تتبع تلقى أنه فما وجهات نظر متعددة بين اللي يقول أنه الدعم هو الإشكال أنه المشكل نابع أصلا من الإنتاج متاع الحبوب عنا اليوم في تونس والزراعات الكبرى وكل ما تلقيها الزراعات هذه من إشكاليات الاكتفاء الذاتي اللي حضرتك قلت أنه ما وصلنا لوش ومانيش بش نوصلولو فينا المنو في قطاع الحبوب دونك هذية شنو اللي بش يترتب عليه وقت اللي نحكيه على نقص جسما بالنسبة للتوريد متاع الحبوب هذية وكيفية صوتو التوزيع متاحا اليوم هل هذا هو الإشكال في التوزيع في كيفية التوزيع في عادتنا الاستهلاكية بتاتر زيدة متاع الخبز ومتاع القمح القمح ذي اللين والقمح الصلب القمح اللين نوتاما والفارين البيضاء اللي عدد فيكم يقول أنه عمرة ما كانت من العادات الغذائية للتونسيين حاجة دخيلة على العادات الغذائية متاعنا واللي يلزم إعادة النظر فيها هذم الكل الحقيقة كما قلنا خلينا نقوله بخيز كنمسه في كل القطاعات وفي كل الأجزاء المداخلة في المنظومة متاع الخبز اليوم في بلادنا هل المنظومة بأكملها اليوم قابلة للسقوط ولا سيمشيت فيها ويزب مراجعتها بالكامل أم يكفي أنه نعدل في بعض نقوله إحنا لمدخيز ونجمه نلقاه منظومة متكاملة وشادة روحها وتنجم تأمن لنا الخبز كما كان تقبل نصح التعبير شكرا ليك وإضاءة إكسبرس أفهم على اهتمامكم للموضوع ذلك خطر موضوع الساعة موضوع مهم موضوع استراتيجي للحبوب قبل أن ندخل في سلب الموضوع نحب أن نوضح بعض المفاهيم مثلا نتو برشا نقل في الفيسبوك ولا في البلاتو ولا في الجرائط وكل ثم خلت مبين برشا حاجات مثلا يقول لك إحنا قادرين باش نوفر الأمن الغذائي الأمن الغذائي مش معناها أمن غذائي؟ معناها المواطن وقت اللي يهبط للسوق يزم يلقى الحاجيات متاعه بأسواب معقولة وكل الحاجيات؟ كل الحاجيات كل الحاجيات معناها تهبط بالقفة متاعك باش تقضي ما تلقاش بنته لا بنيوري متاع روز ولا متاع قهو ولا متاع سكر ولا رهد والأمن الغذائي مربوط بارشا مش مربوط عنده رلاسيون ديراكت مع الأمن الاجتماعي وقت اللي ما تماش ديبانوري ثم سيكوريتي سوسيال واضح بحكة ولا؟ واضح دون كذا يجبنا نفهموها للعباد يروا أمن الغذائي مش كاكا سلوغان نقولو كما تحب نو نقولو الأمن الغذائي هل بالضرورة أنه أنت تكون المنتج لكل هاتي المواد أم لا؟ يعتك صح نقطة طيبة يسر شوف مثلا ماشي بلاد في العالم وانا دورت العديد من البلدان سماش حتى بلاد عنده اكتفاء ذاتي في جميع المواد الفلاحية أمريكا وكبرى والكل تستورد في الخضروات من مكسيك شمتا؟ غروبة تستورد من الأمريكا في الماييس والسجاة والأخير مثلا حتى بلاد عنده اكتفاء ذاتي في جميع المواد سماش دونك يزم تكون عندك الموارد اللازمة للسجرة يزم عندك اللازمة باشترا في الماتير أكريكول كلها بما فيها حوب وخضروات غلال احنا مش نصدره في الغلال البرة صحيح؟ مثلا مشارق البرة دونك مثلا مش هذا بلاد اللي عنده اوتو سيفيزانس في التوتليماتير أكريكول واضحة وكذا بالنسبة للأمن الغذائي هو أنك تقى كل شيء متوفر بأسعار معقولة هذي الأهم وثانيا مش بالضرورة كل شيء يتم إنتاجه محليا ولكن حتى لو باش تستورد هذا بالضرورة يعني أنك تكون قادر على توفيرها مواد كانت أساسية أو غير أساسية غير أساسية واضحة هذا المفهوم الأمن الغذائي واضحة سينو الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي نفس الشيء متنجمش تكون عندك اكتفاء ذاتي في جميع المواد أمن غذائي فهمت طوى أمن غذائي معنى عندك تغبط للسوق تلقي كل شيء الاكتفاء الذاتي معنى إنتاجك المحلي يوفر لك الأمن الغذائي في جميع المواد واضحة استهلكية يعني انتي كيتحقق الاكتفاء الذاتي الفائد هو اللي بشي تم تصديره يعني كما نقوله ما 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 تعمل الصدقة كان ما تكفي مال الدار هكا وده هذي هو يعني بالدرجة متاع هذاش معناتها اكتفاء الذاتي بالضبط وعندك اه اوتو سوفيزانس ويزمن عندك ان بالانس كوميرسال اغريكول تكون بوزيتيف معناها اللي تصدروا القيمة متاعه اكثر من اللي توردوا الوقت عندك ان بالانس كوميرسال بوزيتيف معندك حتى مشكل يظهر لي احنا في سيناريو عكس كل ما حكيت فيه لا امن غذائي لا اكتفاء ذاتي ولا بالانس كوميرسال بوزيتيف وحنا ارزما عندنا زيت الزيتون اللي هو يصلحلنا في البالانس كوميرسال والتمور سحير ارزما الاسعار متاعه وزادة في السوق العالمية مرتفعة مرتفعة جدا بالنسبة للكميات السنة كانت اقل من الكميات المصدرة في العام اللي قبله يعني اليوم يمكن لو لا ارتفاع الاسعار كنا نلقاوا صعوبات اكثر من هك في الميزان التجاري ندخلوا توا فيصلوا للموضوع يصلوا للموضوع تعرفي احنا توا وقت نحكو على الحبوب معناها عندنا قمح السلب اللي نعنو منه الكسكسي والسميد وعندنا الفارينة اللي نعنو منها البقايات والخبز وعندنا الشعير صحيح تشوفي توا كل شي بالارقام باش نحكو على الاكتفاء الذاتي ولكن هاته نتنقلك على الارقام ونوريك اللي بالمستحيل كالنجم نعمل اكتفاء ذاتي خصوصا في القمح الليل علش اولا نساعة نبديلك بالتاريخ القمح الليل هو مش في عادات نراه تخلي في عهد فرنسا في عهد فرنسا كان تسمع بقات فرنسيز وانا شي كبير ثم فريتي اسمها فلورانس ورور يجي ابوها من فرنسيز رقوها في تونس وبعد يصدروها لفرنسا باش عملوا بها البليد كوباجي سموها بشكلتوا بها وجي البقات متاح بقات فرنسيز واضح به وعندنا القمح الصلب اللي هو في عاداتنا نقولنا ننقلو الكسرة عنا نمولد الريف ونعرف الوالدة والجداتي والكل الخبز هو سميت خبز سميت وكانش خبز فرينا كصي كصي سميت كل شي من القمح الصلب وهذاك عليش في عاداتنا هو نزره كان القمح الصلب قبل وليش يتوى القمح الليين دخيل علينا المساحات اللي كانت تزرع كلها قمح صلب قولت شوية من تزرع قمح الليين بش عنهم المساحات هذية شوية سبعين الف اكتار بش موجود بسبعين الف اكتار قديش مش يجيبولك حتى لو كان عندك عشرين قنطار في الهكتار مش يجيبولك مليون واربعمائة وقت اللي حنا حاجاتنا من القمح الليين 12 مليون قنطار ولي حاجات هل هي كانت في تزايد من عام العام يعني بالنسبة لي الاستهلاك متاع الفانينة البيضاء هذية يعني نتصور انه ما كناش في المعادلة هذية عشرة او 15 سنة التالي ما كناش على خاطر بالصراحة خاطر كلها ليه للسوم الباقيت السوم الباقيت سوم الباقيت من سعين مليم ولو الناس الكل تخلص متين مليم الكواشي بيعلك والعشرة فرانك وان عبش عليها وان تمشي ولو تم تسعيرها بالمينتين ومو يمكن كن نفهم فكان تربحك العشرة مليم صحيح كي ولا الخبز رخيص برشا الباقيت والخبز الكبير رخيص برشا نس كلا والتي تجهل الخبز للفارينة احنا في البلاد الغادي توم ما عادشا كنسال تعمل الكسرة والخوت كسكس الكوة الكوسي والعولة الكوسي والعولة بارمشي للسوق جيبنا فانت ولا خبزتين ولا ثلاثة ولا عشرة فانتني هذية روة من بين الحاجات اللي والاستهلاك متاعنا تعرف يا رون استهلكو في مية وسبعين كيلو حبوب في العام فرد الوحد استهلاك كبير ياسر شنو المعادلات هي في العالم يعني ناخدو حتى البلدان العربية اللي بجنابنا ما نبعدوش عندك المصري سالكو مصريين سالكو برشا ولكن المصر مية وخمسين مليون ومية وشتين مليون نجموش نقارنو روحنا بالمصر لو كان نقارنو بليبيا لو كان نقارنو بالجزائر لو كان نقارنو بالمغرب نحن نستهلكو اكثر منهم اكثر منهم في معادلاتنا اي اكثر منهم برشا واضح ولهنى الاستهلاك هذية للقمح تقول انه بالنسبة لمراجعته يجب مراجعة كل المنظومة الغذائية هذية يظهر اللي ميسيرش في انكلاك ماندو دوع معنى معتا راهو توت ان سيستام اللي ترابيو عليه برشا اجيال كو سواء معناتا في شنو الميكلة اللي بش نطيبوها اللي شنو فش قاعدين نيكلو كي ما قلت انتي معناتا ما شكون اللي بشي طيب حاجة اخرى باغ الباقيت ولا موش بشي اعتمد على الفرينة البيضاء نوتامون وانه اسعار متاع الفرينة الاخرى والمواد الاخرى اغلب برشا كي تشوف الالطاقة الشرائية اليوم والمقدرة الشرائية للميناج توينسا تفهم علش التواجه للفرينة البيضاء ويزن ترشيد الاستهلاك تعرف اللي كل نهار نضيعوا تسعمائة الف باقيت والباقيت تو كتنمشي الاسويق الاسبوعية في داخل البلاد تلقى الخبز اليابس انتو لا يعطو بيه للبقر يعطو فيه الحيوانات معنا ولا تعالفة متاع الحيوانات تهونا هيك السميد ارخص من العلف المركب هاذك عليش يتم الاعتمد عليها؟ هانا هاذك عليش السهلاك متاعنا ولا السهلاك مفر تيسر واضح دونك اليوم وقت اللي نجو نحكي على المنظومة متاع الخبز ككل اسألتك من بكلي قلت لك هل كل المدخلات ما انتو كل كل ما تخيز ما انتو فنالما اللي تخلي انو عنا منظومة من الزراعة القمح الى الباقات اللي موجودة في المخابز شنوه الاشكال في اي نقطة بالتحديد وانا هي النقطة اللي يجب معالجتها اليوم قبل الغدوة وهل يلزم نعالجه الكل وإلا جزء بعض الحاجات؟ شوف تم دي استاتيستيك موجودين ومنجبوش نغيروها تونس بلاد صغيرة اي المناطق اللي هي تنجب تقولي شبه الرطبة ولا الرطبة عدنا ثلاثة ولايات ولاية بن زرد ولاية باجة الشمالية ولاية جندوب اللي فيها السقوي الباقي القروان سليانا الكيف لكل مناطق جافة ما تنجوش تعاولي عليها ما لخاطر طوب باعتبار الجفاف وتغير المناخ وكلها ولت الزراعات الكبرى في الولايات اذومها تاع الكيف وسليانا والقروان أبار اللي ريقي ما اه 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 الريسك والتي نفاق الريسكي باش يزرع لك الفلاح القمح في الكيرت وبعد ما يحزوش معنى اذا الشيء بقى عدنا بقى عدنا الولايات الشمال كيما قلتك بن زرد ووباجة الشمالية وجندوبة اللي هي لو كانت عمل مجموعة متاعهم لكلهم يتراوها بين خمسمائة ستمائة تلف اكتار اه اذا كانت تحطيه لهم معدل متاعهم بعشرين قطار في كل هكتار مش يجيبو لك عشرة مليون واضح واحنا لسهلاك متاعنا ثلاثين هي والعشرين مليون لازم نجيبوهم بره معناه احنا راية تونس ما عندياش المساحات باش ننجو كميات وافرة ما نقروش ثلاثين مليون قطار لسهلاك متاعنا على اقل عشرين خمسة عشرين وتبقى خمسة ولا عشرة نجب نستوردوها الا انو وين الحل نجب تقول لي انتي اشنو الحل جوز تمام خطر اه في في بعض الاحيان دابور دابور الموارد المائية ما عدناش اه كافية يا ربي غير نشرب وبركة صحيح هكو اللا وثمانين في المئة من المياه في السدود تمشي الفلاحة اه احنا ماذا بينا ماذا بينا اكتر حتى باش الفلاحة تمشي للسوق باي اذا كما تماش موارد مائية كافية اي شنو الحل تحسين المردو دي في الاكتار ولكن قد متحسن في المردو دي ما تنجي مش خاطر المعدل امتاعنا اليوم عشر اقناتر ولا خمسة اشنون قنطار في الاكتار حتى لو كان مش تحسن بامكانيات جديدة وتقنيات جديدة وتكنولوجي نوبال ودين الكلة في المعدل ما تنجي مش تفوت عشتين خمسة عشرين قنطار في الاكتار هو كما المردو دي العالمي هذي كاكب عشتين خمسة عشر مليون قنطار باقي بعاد باقي شاعموا بلدان اخرى ناخده ليبيا ناخده الجزائر ناخده مصر ناخده السعودية نورك الساورة وشي كبير طول كل التجهو للزراعات السحراوية الكل ماشين للسحرا باعتبار للسحرا تم المساحات شاسعة وتم مور مائية كافية انا هالك المدة مشيت الليبيا اربعمائة كيلو متر تحت ترابل اه تحت بنغازي اهه تفوجئت نلقى اسمها دي بيو ريفوليسون فيرد ثورة خضراء في ليبيا تمشي للجزائر ود الصوف اللي هي في الحدود متاع تونس في الشط جريد نفطة كذلك ثورة خضراء في الصحراء مصر نفس الشي السعودية كي تشوف فوق الطيارة الاف الاكترات لكلها مروية قمح وقال لا العلاف يعني الحل متاع نتاو من نجمو من نجمو نمشو كان للصحراء وهل اليوم الموارد المائية الموجودة جزتما في اللي ناب هذوم اللي نحكيو عليهم في في الجنوب التونيسي اه مهمش معناتها ماخدون استراتيجي نوعا ما هل يمكن الاعتماد عليهم في الزراعات اه مش بش يكون هناك مبعد امباكت في اه سوخ طول الاجراء القادمة بتاتر جو ستبا ايه اذا كان ايه اذا كان نفكر التفكير هذائي ونقول الاجيال القادمة هي والجيل هذائي ما عندوش حق في المواردة ديكا وثانيا اخي هاو ما اه ليبي عند النهر العظيم اهم منين جيب نفس المال المايدة الجاير منين تأخذ المال نفس المال المايدة ايه احنا ما عادنا نحصها حتى نحي يجيب نخذوها اخي ما ماناش المشروع رجيم عتوك التمور ايه والتمور ما نصدروا فيها منين موم السحرة اهم رجيم عتوك نجم نفس الشي رجيم عتوك للحبوب اه اسكل متطلبات من الماء بالنسبة للتمور هي بيدها المتطلب من الماء بالنسبة للحبوب لا اقل حتى المتطلبات الحبوب اقل اقل برشة اهم الحبوب بيزنك ما بين ثلاثمائة وخمسين اربعمائة مليمتر في العالم اهم مش مش حاجة كمية كبيرة ياسر يعني تقول انت اليوم الحل هو التوجه للجنوب التونسي كما قلت انتي رجيم معتوك للحبوب وليس للتمور مانتها فنالما نجم تكون واحد من الحلول المطروحة يعني هوني نجموا وقتا نحقوا بتاتر نوع من الاكتفاء الذاتي نقربوا الاكتفاء ذاتي على الاقل نزيدوا في الكمية متاع المنتوج الوطني يمكن ما نحقوش الاكتفاء الذاتي اما على الاقل نزيدوا في الكمية متاع الانتاج الهناي الكلفة متاع مشروع بالضخمة هذية فنالما يعني انك هل انفستيسمن هو كبير برشة وهل بش يكون الانتمان بتاعه بسرعة اللي تخليك تغامر خلينا نقوله وتتواجه للجنوب التونسي وتقول عليش ليه ما نزرعش القمح في الجنوب التونسي الدولة اذا كان ما عنداش امكانيات خلي تحل باب الخواص خلي الخواص هم اللي اللي يستثمروا في الجنوب كما في ليبيا ليبيا الكل خواص الزير خواص مصر خواص سعودية خواص ولكن نحن نعفو انه اه اه جستما ما نتفل في السحراء التونسية اذا بش نحكيه معناتها على الوحات وبش نحكيه على التقسيم في حد ذيته الاراضي الاراضي دولية ام لا اه تابع الدولة تابع عائلات تعرف انت اللي التخطيط في حد ذيته والتقسيم الترابي مازال فيه بعض الاشكاليات يظهر يزم تكون دراسة فيها ذاك ونلقاوله حل معنا مش مش صعيب رو اذا كان هي اراضي تحت الخواص خلي نشجع الخواص بيستثمره بشتقى لك اراضي يزم اقنع دجا يظهر لي معنتها انه اهالي الجنوب بتقنحهم بانه راهو الارض في الصحرة تنجم تكون اه موقع لانتاج الحبوب خاطر ديما نقول ان راهو صحرة نقوله تمور نقوله تمور نقوله اوه اه انتوالما رمين بتاتخ شوية في في جيبس الازيتون فمبعض الزياتين زادة كيف كيف في الجنوب واللي هذي المتعارف علي هنا وعانما ولكن حبوب في الجنوب التونسي الحبوب من قولك عاجة الحبوب اسهل من زراعة الخضروات والاشجار المصمر في الجنوب على خاطر دابور كي ما قلت لك ما يستهلكش برسماء وزراعة ما غير تكلفة كبيرة ياسرة خطر ما تماش امراض الغادي خطو في الشمال الفلاحة عندهم تم امراض يدخلوا بشي دوها والكل تم مصاريف زيد الامراض هذيك ما تلقاهاش بالجنوب واضح وكذي من بين الحلول ولا لي بيست خلينا نقوله لي مطروحة اليوم هل هي مطروحة كعمو عند الوزارة تم الحديث عليه هالهذه فما تبدل الخبرات فما شكون اللي قاعد يقوم بالابحاث والبحوث اللازمة في في اطار ايجاد حل معناتها للازمة هذي ام لا ما عنديش معلومة في في الموضوع ذا لانه توا زملائي في الوزارة يقول لك خلنا نحسنوا المردودية في الشمال معقول يعني نجم تقول احنا توا في عوض عدنا عشرة ولا خمس عشرين قنطار في الاكتار لو كان نوصلوا لعشرين وخمسة وعشرين معدل معدل ايه في الشمال ولكن مش نقول لك حاجة ثم ثم نقطة تقنية مهمة ياسر اللي هو غياب كلي لي التداول الزراعي امه ايش معناه تداول الزراعي تداول الزراعي معنى عام تزرع بقوليات صحيح وعام تزرع قمح عليش يعملوا في هذيك باش حسنوا في التربة تربة باش تولي العمجيكي كتزرع السناء مثلا فول ولا حمص ولا جلبانة ولا تحب العام جاي كتزرع قمح تلقى مردودية خير خير باعتبار للارض تولت بفيرتيل احنا اليوم ثلاثة في المئة برك من الاراضي تشملهم تداول الزراعي والباقية سبع وتسعين في المئة قمح على قمح على قمح على قمح واضح معنى الارض كلت معايش نجم تتحسن في المردودية اذا كان ما عندكش سياسة فلاحية واضحة في البقوليات سياسة الفلاحية الواضحة اللي تحكي عليها سيلمون صوف اه شكون اللي يلزموا اه يصهر على تطبيقها على خاطر فينا المون الفلاحي نجم يقول لك هذيك الارض ملكي وانا نعرف شنو اللي يصلح بها ونحب نزرع حبو بنحبش نزرع بقوليات هل يجب فرض هالتداول زراعي ام لا شوف المشكلة من جيت امم تم نقطين نقطة الولى هو الفلاح في اه الشمال الوقت اللي يزرع حمص وفول بقوليات هذو امم اكثر الوقت مش السناء ما نحكوش على السناء والعام امم امم نحكو على في العادي ما يلقاش سوق وحتى يلقى سوق يلقى سوق ما ما يخلصوش يقول لك هذي نقطة الاولى النقطة النقطة الثانية بخلاف اه السوق اذا كان قبل ديوان الحبوب في عهد فرنسا ولا حتى بعد الاستقلال كان يسموه ديوان الحبوب والبقوليات صحيح عليش يسموه ديوان الحبوب والبقوليات باش يشجع الفلاح حولنا زراعة الحبوب ولكن كذلك يشجع الفلاح على زراعة البقوليات والديوان هو يقبل منه البقوليات كم الحبوب يقبلها وهو اللي صدره هو بيحويل قلم لمرشيه البرا واضح دونك هذي اليوم ما عادش ما عادش اذا كان اذا كان ما ثمان شاكد ثمان طوالقام عليش اه اه فلاحيز الخام خاتل المرشيه متاعه بسير ديوان الحبوب هو مش يقبل ايان كاغ اليوم المسألة المطروحة هو انه الاسعار ما عادش تكفي وعادش تغطي كلفة الانتاج وبالتالي فما ببرشة فلاحة ما عادش ماشي في زراعة الحبوب وزراعات الكبرى خلينا نقوله بصفة عامو شوف ثم مناطق اللي منازمه جرافاها كان القمح بنزرت باشا الشمالية وجندوبة بخلاف شوي خدرات في الجندوبة اه اه صيفية شوف اذا كان زيد في الاسعار كيما عم ناول زدنا ثلاثين دينار في القنطار اي اي انا بعت اني اعتبره انا وهذا رأيي الخاص اللي هي غلطة عليش عليش على خاطر اذا كان تشجع الفلاح وزيديه في الاسوام ايش مش يزيد الفلاح توقع ديجا ينتش اللي اللي ينتجو ديجا نتجو مم مش زيديه انتي خمسين ولا مئة ولا متين مش مش يزيده هو هو مش يزيد بالنسبة ليه بتايت اه اه كل كان بالنسبة لي ليه كلفة الانتاج اليوم بش النجم اه انداوي بش النجم نزرع بش النجم نجمع هذا الكل يتطلب اه موارد مالية واللي بشت الاسوام اللي انتي بش تقبل علي بها معنات هال الانتاج متاعي ما تغطي ليش كلفة الانتاج يعني نلقى روح يخاصر وبالتالي شنو اللي خليني نزرع من بعد قمح فما راه سوق اخرى ما ننسوهاش سوق الموازية اللي تقدم زادة اسعار اعلى من اسعار الديوان في بعض الاحيان وبالتالي تلقى لما انتوج متاعك ما يمشيش للديوان وانما يمشي في مسالك اخرى اه تخليك انتي زادة نقص زيد زادة تعيش نقص اكثر منه بالتالي من عرش هوني هل انك ما تتخليه امام الامر الواقع هل هو الحل ام لا اقول لك الحل موجود راه ده بار يزم الفلاحة تطور اه تطور اه العمل اللي متاعها في زراعة الحبوء اه وتتبع في انتو دي باكي تيكنيك اللي هم معروفين من البحث العلمي اه وتنقص شوية في المصاريف وتهو اقول لك لو كان يعمنوا التداول الزراعي يربح ديجا في اللي زانجري خاطر باعتبار اللي الارض بش ترتاح فنتو لا بش تزيب الفيكساسيون بتاع لازوت دولار دونك تولي ارض خصبة وبالتالي المرضو دي بش تتحسن ثانيا بتنسيش ثمام كاس دو كومبانساسيون وقت اللي انتي تزيد للفلاح مني متجيه الفلوس اه من الدولة اه دولة كيباش ما عندك ديوان الحبوب ديوان الحبوب عنده مشاكل ما اه فلوس زيد انتي مش تزيد في الاسعار مش تثقل على كاس ديوان الحبوب اه صحيح ولا اه كوم معناه كما يزم انيكي ليبر يزم اولا نحسنه في المردودية هذك لازم باش الفلاح يلقى روحه خاطر يقول صحيح الفلاح يقول لك الاخوية الاسعار كغبرة المحروقات ومتع دويات ومتع كده 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 هاي لغلب هذك الموجود ولكني حتى الفلاح مطالب باش يحسن في المردودية متاعه واضح احنا ديما تقول لهم فلاح اعمل كده وعمل كده وعمل كده وعمل كده رك مش تربح واضح شكرا لك سيد المنصف الرابي شكرا لحظورك بحثنا قبولك الدعوة موعد الاخبار مع صفية المحرر موجزة جديد مكمنين جستا بخي مع الاخبار العالمية الاقتصادية بالترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر